موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتنم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآية اليوم تتحدث عن الولاء الولاء المناد به التبعية والطاعة أو النصرة يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله إلى آخر الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أي لا يتولونهم بالطاعة ولا يستنصرون بهم لا يتخذونهم أنصارا وأعوانا لا يعني ذلك أنهم إذا بذلوا لنا شيئنا المعونة دون شروط وكان ذلك البذل عن طريق قيادة حكيمة للمسلمين فهذا ليس تولي وليس استنصارا ولم نتخذهم أعوانا أما بشكل فردي يتصل أحد الأشخاص أو مجموعة من الناس أو حزبنا الأحزاب بأمريكا أو بإنجلترا أو بفرنسا ويتفق معهم على أمر ولياذ بالله تعالى فهذا تولي لأه الكفار لغير المسلمين ما احترامنا للدول كشعوب في الأرض مسيحية المسيحية أهل سلام ولكن حكوماتهم غالبيتها تابعة لليهود تأتمر بأمرهم والمسلمون في كل العالم يعلمون ذلك ويعلمون تأييد هذه الحكومات التي سارت في ركاب اليهود سأل الله العافية فربنا تبارك وتعالى يبين لنا أنه لا ينبغي أن نتولى غير المؤمنين وتوجه إلى ذلك آية أخرى بشكل أوضح يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ أي غير المسلمين يتولى غير المسلمين بالطاعة والتبعية والتعاون وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا هنا الآية تقول وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ليس من الله في شيء أي خرج عن أمر الله وعن حكمه وليس له من نصرة الله ولكن التقاط إذا كان الأكثر المسلم يعيشوا في بيئة كلها كافرة فهل يجب عليه أن يخرج؟ لا يخرج عليهم يعني يقاتلهم وكذا يطالبهم بالإسلام أي إسلام أنت خاضعاً لهم قبل كل شيء تتحرى من الخضوع لهم وتكون وضعاً اجتماعياً إيمانياً تستطيع أن تأخذ فيه حريتك في طاعة الله عند ذلك تدعو الناس إلى الله ولا تخرج عليهم بالقتال فمن كان يظن أنه بالسلاح سيدخل الناس في الإسلام فهو خاطئ بل إذا ضغطوا عليه وكان لا يستطيع أن يقاومهم وهدد في ماله أو عرضه أو نفسه وغلب على ظنه أنه يقتل فيختار أهوان الشرين وخف الضرارين يسيرهم لا نقول يسيرهم في الكفر يسكت يعني يسكت فالتقاط هي أن يسكت منعوا من دينه يسكت ولكن لا يكون ذاعية لكفرهم وباطلهم كما حصل من أحد الأشخاص على منبر من المنابر يقول يجب أن تطيعوا الحاكم ولو كان كافراً ويزعم أنه يعني عنده دليل وهكذا أمر فقهاؤنا وعلمائنا كذا الله تبارك وتعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين فطاعة الكافر لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً فهذا أمر يعني لا يقوله إلا جاهل أو منافق يريد من المسلمين أن يطيعوا أمر غير الله فيشركون بالله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم لذلك جاء بعدها في آخر آية قوله تعالى قوله تعالى ويحذركم الله نفسه يحذركم عذابه عذابه الأليم في الآخرة والله وإلى الله المصير مصيركم إليه فسيكون هناك الجزاء قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من تدعو إلى الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم قل للمسلمين إن تخفوا ما في صدوركم من طاعة الله بإخلاص أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إذن سيجازيكم على نياتكم لأن بعض الناس وليازه الله تعالى يكونوا باطنيين يتظاهروا بالإسلام فيبدونه للناس وهم في باطنهم يطيعون غير الله فلو أخفوا ما في باطنهم فإن الله يعلمه وسيجازيهم على عملهم لأن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء في آخر آية والله على كل شيء قدير ومن قدرته تعذيب من تولى الكفار بالطاعة والتبعية والنصرة فإذا نصرهم فقد تولاهم بالنصرة وكان واحدا منهم وهذا ما يجهله كثير من المسلمين عندما يضربون بسيف الكفار ويقتلون المسلمين ويزعمون أنهم يريدون أن يهدئوا الأمور وهذا ولياذ بالله تعالى خروجا عن منهج الله فليفعلوا ما شاءوا ولكن إلى الله المصير والله على كل شيء قدير الله على عذابهم قدير وعذابهم جديرا بهم لأنهم خرجوا عن منهج الله وعن أمره سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين موسيقى اشتركوا في القناة